أقول لنا شفت إزاي الماتش، شفت إزاي النتيجة، إيه ردود الأفعال أو أهمها اللي صدرت بعد هذه المباراة طيب خلينا نبارك للنادي الأهلي الفوز بالبرونزيل المرة الرابعة في تاريخه من مشاركاته في كاس العالم للأندية طبعا إنجاز كبير ما حقاوش حد في قارة أفريقيا حتى عندها كتير شاركت في كاس العالم للأندية ما قدرش تحقق المركز الثالث لأربع مرات إحنا شفنا عندها كتير شاركة الوداد المغربي، شفنا تراجي التونسي، شفنا سانداونز جنوب أفريقي شاركوا محدش فيهم قدر يوصل للمكانة اللي وصلها للنادي الأهلي وده رقم قياسي جديد يحسب للنادي الأهلي محطم الأرقام القياسية النادي الأهلي شرف مصر وشرف الكرة المصرية رغم أنه حقا البرونزية وده طبعا ما كانش يطموح لجماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي كان لها طموح أعلى من كده حتى إدارة النادي الأهلي كان نفسها النادي الأهلي يوصل للمباراة النهائية مش شرط أنه يكسب مانشستر سيتي حتى لحق الميدالة الفضية فده إنجاز جديد له إنما البرونزية نفسها هو رقم قياسي للنادي الأهلي بس مش هو الإنجاز الكبير اللي كان طموح لجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي نادي الأهلي يعني إحنا ما فيش نادي في العالم قدر أنه يحقى برونزية كاس العالم الأندية أربع مرات رغم إن البطولة هنقول بس إن هي مش متصنفة على المستوى الدولي وإن هي بطولة رسمية هي بطولة ودلية تبع الفيفا بس في الأول وآخر بتبقى محسوبة في سجلات التاريخ إن النادي الأهلي حقق البطولة وعلى فرق كتير النادي الأهلي البطولة دي تكسب اتحاد جد السعودي المدجج بالنجوم اللي هو بمليارات الدولارات قدر أنه يعمل مباراة عالية جدا تكتيكية من ناحية الفنية المارسي الكولر قدر أنه يعني حتى الماتش اللي خسره في الرومينزي دوت خسره بسبب سوء الحظ وبسبب رعومة اللاعبين كان سهل جدا نادي الأهلي يوصل للمباراة النهائية وبمجهود أقل من كده طب ما إنك ذكرت بقى فيلمنانز البرازيلي يعني كان من ضمن بعض الأراء إنه كان كولر كان عنده الناس كانت شايفة إنه لو كان عمل تغييرات بدري شوية كان ممكن الوضع يفرق أنت شايف إنه مباراة لو كلمنا على التاكتكس المباراة شايف إنه كولر تخطى أخطاءه فيه مباراة في المنانزي أو أمام فريق في المنانزي برازيلي ولا شايف إيه بقى كولر إزاي إدارته مباراة له هذه المباراة طيب خلاني ابتفق في البداية إنه كولر مدرب وقاعي في الكرة مدارس كتير في التدريب كولر من مدرسة اللي هي الوقاعية في الكرة أنا بلعب على المتاح قدامي وبلعب على الخصم مش بيلعب على لعبه هو بمعنى هو دايماً بيقرى الخصم ويلعب على لعب الخصم مش المفروض يعني خلينا نتفي بس النادي الأهلي نادي كبير النادي كبير على مستوى كارات أفريكا على مستوى الوطن العربي هو أكبر نادي على مستوى الشرق الأوسط هو أكبر نادي فالمفروض أي فرقة بتلعب النادي الأهلي تلعب على لعب الأهلي يبقى الأهلي صاحب المبادرة من كولر فيه ميزة جداً إنه هو مدرب وقاعي بيقدر إنه هو يلعب على لعب الخصوم بدليل إن هو مثلا بارح في ماتش قروة لعب عارف إن المدرب بيلعب بيبني بلد أب من تحت بيبتدي الكرة من عنده حرص المرمى وما بيلعبوش كورة عالية لا ده بيلعبه وبسلمه من رجل للرجل فهو عمل ضغط عالي من أول الماتش قدر إن هو يطعه كرة ويجيب لجوان إجوان النادي الأهلي من ناحية التاكتس نفسها إجوان كلها يعني على أخطاء الخصم مش هنقول إن هو إن كولر لعب بخطة معينة لا ده هو لعب على أخطاء الخصم وكده عشان كده هو مدرب واقعي يعني مدرب ما عندهش كرياتف إن هو يقدر إن أنا لأ ده أنا هلعب المدرب اللي قدامي على لعبي وقدر أكبره إن هو إن هو يقفل المفاتيح لا ده هو من الأول خالص ما لعبش على مفاتيحهم ده هو لعب على أخطاءهم فدي ميزة مهمة في كولر بالنسبة حديث بتقولي في التغيرات هو كولر دايما تغيراته متأخرة يعني دايما التغيرات عنده متأخرة حتى لما الناس بتتكلم في التغيرات هو ده يعني أنا شايفة كتيرة شايفها عيب في كولر أنا شايفها ميزة شايف تغيرات المتأخرة ميزة؟ أه أنا شايفة يعني فيه ناس كتير بتقولوا إن هو عيب في كولر نفسه أنا شايفها ميزة لإيه أنا هقول لحضرك على حاجة في قبل نهاية بطولة أوروبا اللي سيتي قدر يخدها ويلعب في كاس العامل الاندية كان بيلعب مع نادريال مدريد جوارديولا لعب التسعين ديها من غير ما يغير لعب واحد لعب التسعين ديها بالحداشر لعب ما عملش ولا تغيير هو مشارط التغيير بس هو يعني حسب قراءة المباراة يعني حسب وضع المباراة نفسه زي ما أنت كنت تكلم دلوقتي فكرة إنه كولر بيقرأ الوضع اللي قدام وبيقرأ الفريل اللي قدام ما أنا بقول لحضراتك جوارديولا لعب ماتش ريال مدريد برتم عالي جدا جدا فلما سألوه قالوا لي ما عملتش تغيرات رغم المجهود البدني العالي اللي لعبه منشيسر سيتي أصاد ريال مدريد قال لهم لأ أنا لو نزلت واحد هيبقى النصك بتاعه أعلى من الرتم اللي موجود في اللعبة فأنا هبوز التكتك بتاع المباراة فأنا هكمل بالحداشر لعب للآخر وقدر إنه يصعد للمباراة النهائية ولعب انتر ميلا في المباراة النهائية علشان كده أنا شايف إن الكولر بيلعب منه مدرب واقعي فهو بيلعب باللعبة المتاحة قدامه فهو مش هيعمل تغيير لما يكون هو مقتنع أن التغيير ده يقدر ينزل لغير ناتيكت المباراة فيه كتير جدا لكل الرضخ ودي مرات نادرة أن أنا شوف مدرب في نادي الأهلي يرضخ لمطالب الجماهير أنه هو يغير في الديئة 65 وغير في الديئة 60 في المباراة قبل كده ورغم كده اللعبة دي ما كانش بتقدم المرضود المهم لجماهير النادي الأهلي بدليل أنه هو مثلا ما كان بينزل طهر محمد طهر في أوقات كتيرة ما كانش بيقدر مطلوب منه لما كان الناس بتطالب أن مودست المهاجم الأجنبي اللي هو موجود في هجوم النادي الأهلي كنا بنشوف أن مودست ما بيقدمش المرضود رغم أن جماهير الأهلي بتقولك لازم ياخد وقت أطول ما أنت مش هتطلب من مودست أنه يجيبي جوان غير لملعب دقائق أعلى ودقائق أكتر برضو ما بيقدمش المرضود الهجومي بنشوف في نص الملعب أن العبة كتيرة ما بتلعبش رغم أنها كانت أساسية في يوم الأيام برضو وجد نظر كولر أنه ما يغيرش يعني في ماتشاط قبل كده كولر كان بيغير في الدقيقة 80 ورغم كده اللي عبة ما بتدارش خش في رتم المباراة سريع فهو ده برضو عيب وميزة بس أنا شايف أن المثل بيقول اللي تكسب بيه ألعب بيه ودايما هو ما عنده سبات في التشكيل يعني كولر ما عنده سبات في التشكيل دائما كان بيعمل السنة لفات التدوير السنة دي بس بسبب قسرة الإصابات والإرهاق هو مطار أنه يلعب بلعبة معينة فترة معينة طيب أنت شايف أن وجود أحمد كوكا مبارح في نص الملعب كان عامل فرق يعني قدر فعلا أنه هو يعني يختلف بتكتيج كولر في المباراة هقول لحضرتك أنا شايف أن هي ميزة مهمة جدا عملها كولر أنه قدم لنا أحمد نبيل كوكا في البطولة دي يعني من أحسن اللعيبة اللي في النادي الأهلي في كاس العالم الأندية كوكا بدليل أنه اللعيب ده بصير عالي جدا وده من أحد اللعيبة المهمة في منتخب مصر أولمبي للعب في الأولمبيات الأولمبيات باريس اللي جاية 2024 هو لعيب أساسي في منتخب مصر هو لعيب صغير في السن هو عنده 22 سنة ما كملش 22 سنة لسه فأنه هو ياخد الثقة بتاعت كولر بالشكل ده ده نجاح حل كولر دي أول حاجة تاني حاجة هو ليه كوكا لعب أصلا لعين نفس الناس بتقول أنه المفروض أنه خدمة كان أليو ديانج وأليو ديانج لعيب منتخب مالي لعيب أساسي في منتخب مالي لعيب كان موجود في تصفات أمم أفريقيا لعيب مهم جدا في تشكيل النادي الأهلي بس الراجل إرايته للمباراة بتقوله أنه هو محتاج ناس بتلعب كورة أليو ديانج جميسته أنه هو بيقطع كورة ويسلم لقارب لعيب ما عندهش أنه هو يلعب الفرقة وإحنا عارفين أن أليو ديانج بلعب نمرة 6 ومن ساعة اللي هو لعب خط الوسط المدافع الصريح اللي هو بيقطع ويسلم لقارب لعيب علشان يقدر يفسد هجمات المنافسين دلوقتي كورور بيلعب التلاتة اللي بيلعبه في نص الملعب الدفندرات كلهم اللي هم لعبت الوسط المدافع بيلعبهم نمرة 8 اللي هو لازم بقاله شق هجومي ولازم يشارك في الهجوم مع اللعب اللي هو دور اللي كان بيقدمه حمد فتحي مع النادي الأهلي قبل ما يروحوا الوقرة القطري الدور ده حاول قال يو ديانجي في المنطقة دي لكن قال يو ديانجي فشل كل التجارب اللي دخل فيها والمبارات اللي دخل فيها قال يو ديانجي ما قدمش نفس المرضود الهجومي في نص الملعب اللي قدمه حمد فتحي فلازم يجيب لنا وجه جديد يقدمه في خط نص النادي الأهلي يبقى كويس زي أحمد نبيلكو كان ممكن اللي ممكن يقوم بالدور ده كان عمر السلية لكن في وسط الجاري والمجهود البدني العالي اللي قدمه الأهلي في كاس العالم للأندية ورجوع عمر السلية من الإصابة كان صعب جدا أنه هو يعتمد عليه في نص الملعب فلازم يعتمد على اللعب صغير وشاب فهو أحمد نبيلكوكا ده أنا شايف أنه هو اكتشاف اكتشاف كولر في البطولة أنا مبسوط جدا أن احنا بنشوف واحد زي أحمد نبيلكوكا بالسن ده بلعب في منتخب مصر الأولمبي أن النادي الأهلي بيدي له الثقة على فكرة يعني النادي الأهلي بسنين طويلة ما كانش بلعب باللعب الصغيرة إحنا لحد دلوقتي مثلا بنقول على محمد هاني اللي عنده 25 سنة اللي هو بكرة النادي الأهلي ومن أحسن لعبها في البطولة ومن أحسن لعبها اللي قدمت مستويات عالية في البطولة مع النادي الأهلي بنقول عليه ناشئ لحد دلوقتي يعني عنده 25 سنة ده الناس بتلعب في أوروبا عندها 16 سنة بتلعب مع منتخبات بلدها على المستوى الدولي وإحنا لسه بنقول على محمد هاني ناشئ بس أنا شايف أنه كوكا لعيبة عالية جداً كورتو عالية جداً جداً بيقدر أنه ينقل الهجمة بأقل عدد كرات يحط اللعيبة لجون إحنا شوفنا مبارع عمل كم كرة لكهرباء وعمل لبيرستها وكذا كرة حطت بيرستها وحطت حسين الشيحات وكهرباء خلاص من النقلتين بقى قدام الجون